السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة نور المعرفة الإسلامية نسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد نكمل في تقديم سلسلة موسوعة المليون سؤال وجواب اليوم نقدم لكم الجزء 49 من موسوعة المليون سؤال وجواب عشرة أسئلة دينية جديدة من السؤال 481 إلى السؤال 490 صلى الله عليه العظيم يستفيد الجميع بما نقدمه لو تجاوزت كل المراحل بتفوق فانتظر معرفة كبيرة بدينك في هذا الاختبار سوف تكتسم معلومات جديدة ومفيدة فتابعنا وإليكم الأسئلة السؤال 481 ما هي الصورة التي تسمى أخت الطويلتين هناك صورتان في القرآن يعرفان بالطويلتان الجواب الجواب صورة الأعراف السؤال 482 ما هي السيدة التي كان يوم الحذن عليها يوم فرح للمسلمين الجواب السيدة رقاية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يوم وفاتها يوم نصر المسلمين في غزوة بدرة لمشاهدة الأجزاء السابقة معرفة 480 سؤال وجواب دون أي تقرار جميع روابط في الوصف أسفل الفيديو هيظهر في الآي قائمة تشغيل تحتوي على فيديوهات الأجزاء السابقة من موسوعة المليون فضلا وليس أمر أن اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل ليصل لك أشعر بكل جديد ولا تنسى الضغط على غير الإعجاب ليصل الفيديو الأكبر عدد وتعم الفائدة ولا تنسى أن تقول رأيك في الفيديو ولا تنسى مشاركة الفيديو مع الأهل والأطزقاء السؤال 483 من رابع نبي الذكر في الكرآن الكريم حسب ترتيب المصحف؟ الجواب سيدنا سليمان عليه السلام السؤال 484 ما هي أول معرقة خضها خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد إسلامه؟ الجواب غزوة مؤتة هيظهر في الآي في فيديو بيما تسؤال وجواب يمكنك مشاهدته السؤال 485 فيما نزل قوليه تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الجواب كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع السؤال 486 كم كان عمر سيدنا يوسف عليه السلام عندما آتاه الله العلم والحكمة قبل النبوة؟ الجواب سلسة وسلسون سنة هيظهر في الآي فيديو بيما تسؤال وجواب عن الأنبياء يمكنكم مشاهدته السؤال 487 ما هو الفرق بين جامع أبو بكر الصديق للكران الكريم وجامع عثمان بن عفر رضي الله عنهما؟ الجواب الجامع في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عبارة عن نقل الكران وكتابته في مصحف واحد مرتب الآيات وكان سبب الجامع موت الحفظة عما الجامع في عهد عثمان فقد كان عبارة عن نسخ عدة نسخ من المصحفة الذي جاءوا معه في عهد أبو بكر الصديق لترسل إلى البلاد الإسلامية وكان سبب الجامع إنما هو اختلاف الكراء في كراءة الكران الكريم فكان حفاظا على الكران الكريم السؤال 488 من قيل هذه العبارة عندما وثب على عمي ليقتله فقال له عم ويحك أتقتلني وأنا عم قال أنت عمي والله ربي فقتله الجواب من القيس بن عابث رضي الله عنه السؤال 489 كم مرة ذكر نبي الله سليمان في الربع السادس من القرآن الكريم الجواب مرتين السؤال 498 والأخير اليوم ما الآيات التي نزلت في سيدنا أنس ابن النظير رضي الله عنه الجواب قولي تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلها وبهذا نكون انتهينا من تقديم الجزء 49 من موسوعة الملون سؤال وجواب فتابعونا في باقي الأجزاء صلى الله عليه العظيم يستفيد الجميع بما نقدمه ولا تنسى أن تقل رأيك في الفيديو وتابعنا فيما هو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته